فبتن حمد النقيب واحد من أساطير حراسة المرمى في كويت الياد وموتك الوصف وفي البداية فمن حضرتك ولنا مشوارك مع قرية السد الحالي بسم الله الرحمن الرحيم برحب بك يا محمد وأنا سعيد جدا أن أنا عمي معك للقاء النهاردة طبعا أنا من أثنين وسبعة عشر مع فريق نادي السد القطري يعتبر هو من الأندية اللي صاحب التاريخ كبير جدا إن كان في أسيا أو على مستوى العالم فهو كان ليش شرف إنه هو حصل على طول السوبر جلوب قبل كده أيضا يعتبر صاحب خمس ألخاب طولة أسيا ومن الأندية اللي مفتمة جدا بكورة الياد طبعا وأتمنى يعني إنه إنه على طول دايما إنه يكون فوق التاريخ أنا من ألفين وسبعة عشر موجود في نادي السد حتى الآن ويعني أتمنى كده إنه تبقى فيه مصيرة كبيرة يعني إن شاء الله في نادي السد شكرا يمكن بسبب طولة صورة دولة تطبيق خطرات من نصحة الحالية وهي مشاربتك الأهلي طبعا النادي الأهلي يمكن من الأندية هو شارك أربع مرات في البطولة ويمكن النادي الأهلي كورك اليد بالنسبة له يعني من الألعاب اللي بيهتم بيها دايما ودايما هو حريص إنه هو يكون أفضل اللعيبة ويكون أفضل النتائج موجودة مع فريق يمكن المشاركة بتاعته ديت يعني كان شوية غير محظوظ لأنه هو اصطدم طبعا في القرعة جابته مع يعني فريق قوي جدا اللي هو برشلونك فطبعا ده خلته يعني مش يعني ما كانش عنده حظ في المباراة اللي هو ألعبها وما يعني ما كسبش إنه النتيجة المباراة أعتقد إنه هو مركز الخامس معقول جدا يعني شاكتنا بتطور البطولة من أربع طائق حلانة موشغ بريق الموسم التاني على البريق شايفيني ده بيكون بطولة قوة أكبر أو بيكون متعب لواق لا طبعا أنا وجهك نظري إن البطولة كل ما يبقى فيه عدد أكبر من الفرق تبقى البطولة يعني تبقى أفضل أكيد إن هي أفضل ليه لإن العدد فيه أكتر من 12 فريق حيستفادوا بغد النظر الكوالد فتاحهم إيه الكوالد فتاحهم مثلا برشلونة مش هتبقى الاستفادة بتاعته كبيرة لكن النادي زي النادي الآلي حيستفاد من المباراة الكبيرة من عدد المباراة أعتقد إن 12 نسخة أو 12 عدد الفرق 12 فريق أعتقد إن معقول يعني مش مش وحش كنت أحاول أننا قمت بشارك في كيس العامة الأندية مع أكتر من الفريق زي اللقاء نيك ستنجماني ونجيش البطري بالزبط في نقي الزكبات خارجتك مع البطولة دي وأبرز من شاركة منه أبرز من شاركة طبعا مع النادي الأهلي المصري ألفين وسبعة طبعا ويمكن كانت مشاركة جيدة جدا مني يعني يمكن عملنا مصرات كويسة خسرنا فرق واحد من ريا السلسيدات في الفينال وأنا البطولة دي اتأخدت أحسن حارس في البطولة في بطولة سوبر جلوب البطولة يمكن بنشوف إن منتخب مصر بيقدر إنه هو يلعب قتال ترقوا بشكل مميز حتى لو قصر صعوبة جدا على العكس بوغشلتات الأدي وإزا غالك بباسة عام الأندية من داي لكيش أوغشلية قدام فرق أوروبا فهل ده بسبب إن لمفكرتين وإزاين هم قدروا يوصلوا لمرخبات من زخم لكيش طبعا دي نقطة يعني مهمة جدا لأن المنتخبات غير الأندية طبعا المنتخبات بيبقى بيبقى سريق مش مش مدعم أو مثلا المنتخب مش مدعم بأي حد من بره لأن المواظر وفرق أوروبا بتدعم في النقط أو في المراكز اللي عندها نقص والأندية الكبيرة اللي هي زي برشلونا وزي كيلتسي بولندي وزي مكدبورج بتجيب أفضل اللعيبة في المراكز اللي هي عندها ناصفية فطبعا الموضوع بيبقى مختلف شوية عن المنتخبات تمام؟ وعشان كده ممكن بيلاقي الأهلي وزمانك يعني هو أولا ما بيستعملوش بمختلفية وما بيبقاش عندهم مختلفين فبيبقى بالنسبة له من موضوع صعب شوية آآ امكن لو رأبنا المنتخب ناصر في المقيل حسرتك إجاز التريشي قالت إنه واحد وتقال إنه ده الجيل الزهبي حالية من الجيل الحالي بيقد وصعاد عالية جدا وخد رابع أور البياد صح تشوف المقبل ما ديه زي وإيه الوقت إنه بيبدأ الجيل إيه؟ لا يمكن المقارنة لأن النتائج يعني تعتبر متشابهة هما أخذوا رابع أولمبياد وإحنا أسألنا رابع عالم فهي طبعا يعني يمكن المقارنة في كده ويمكن كان الموضوع قبل كده كان صعب شوية يعني إحنا بالنسبة لنا هي الأمور دلوقتي أسأل بكثير لي هو أعتقد أن المقارنة بين الجيلين يعني شوية يعني شوية أن هي تبقى ظلمة وهم حققوا إنجاز وإحنا حققنا إنجاز لكن طبقة كرة اليد هي جيل بيسلم جيل وجيل بيعلم جيل فهم أخذوا مننا وتعلموا مننا وأعتقد يعني أعتقد أن إحنا تعلمنا كتير هم تعلموا كتير مننا يعني هذا الجيل دوت شايف وقعد معنا وحضرنا ويعني أخذ مننا كتير يعني إن إحنا لازم لازم نعمل زي جيلين أبلي كتير أعتمنى بس هم تكسل عالم لأن هم تكسل العالم يمكن على السابع أو التامهم فهو لازم 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 المركز هم يستحقوا أحسن من كده وكتير أعتقد أن من ضمن المطارنات أن الجيل الحالي كي محدد من محترفين كبير لو أن إحيات درع أو إحيات قلد الزم أتسامة متنوي حتى في محترفين في دوريات عربية زي جرين هم أفضل في الإمكانيات يعني الإمكانيات متوفرة أكثر لهم أكبر دليل إنهم عدد محترسين كتير الخبرات عندهم كل شعب تتكوم بيحتاجوا بالمدارسة الأوروبية اللي هم بيصطدموا بيها بعد كده في بطولات العالم أو في الأولمبياد فعشان كده هم ظروفهم أفضل أنا أتمنى أنهم يبقى يعني أحسن النتاج تبقى أحسن كمان وقت بوصل في بطولات العالم أمن أن الأحضر أستكروب تحت راب على كامير الفريق سواء على مستوى بطولات سريلة أو بشكل كدام زي ما حصلنا من عبريس السياس الجنس فعا جميعا بزرق لكي قادر بالمقبضة أن نضم للفريق الموسيين الجديد بس أكيد في فروقات كبير ما بين زمان ودلوقتي يعني أي أبرز الصعوبات اللي عبرتك واللي ممكن تتصح بيها يحيا خالد لا هي طبعا هي طبعا سؤال مهم جدا وكويس يعني لأن يعني إنه مشكلة كبيرة لكن طبعا يحيا خالد برضو يعني عنده تجربة سابقة وهو لسه صغير في السن أنا ما روح كنت أربعة وثلاثين سنة يعني السن بتاعي كان أربعة وثلاثين سنة فرقي جدا لما تبقى تروح وأنت عيق صغير مثلا عنده خمسة وثلاثين ستة وثلاثين سنة وانت مثلا زي تلوقتي يحيا خالد يعتبر يعني هي أصعب حاجة حيقابنها أو حيستضن بيها هي اللغة تمام؟ لكن هما بيواكفروا وأعتقد سي ما احنا قلنا وهو صغير يقدر يتعلم اللغة ما أعتقدش إنها ستبقى عاقة بالنسبي له طبعا برضو حمل التدريب أنا لما رفت كانت أول تجربة ليه هو أخذ تجربة قبل كده مع الفيس بريزم وهو بالنسبة لي الموضوع يعني هيكون أسهل طبعا يعني هيقدر يعني هيقدر يعني يتعلم اللغة الحمل بتاع التدريب وأخذ الرتم بتاعه والرتم الصعب بتاعه وأعتقد إنها إن شاء الله إن شاء الله تبقى مسيرة موفقة ليه بإذن الله وهو يحيخالد من أبرز اللعيبة في كورة اليادة المواصلية دلوقتي وإن شاء الله بإذن الله يشرفنا زي مشرفة بكده في إزبريد كان منتخب نصرا يلعب بعد شعرين بدورتهم أفريقيا الناس ملاحظوا شوية يعني مستوى المنافسة مش قوي زي زماني وفي وقتكم كان فيه منتخب تونس قوي جدا يجب علي منتخب الجزائر كان برضو فيه صعبات في الموارد هيتو دلوقتي تشاهد مستوى تونس والجزائر هل منتخب منافسة على مصر؟ بحيث أنه لا يوجد منافسة على مصر؟ بحيث أنه لا يوجد منافسة على مصر؟ هم هم اللي أنا اختلف معك يا محمد هم مش ضعافي يعني ممكن نقول إن الجزائر يعني مستوى تراد شوية لكن طبعا المتخب الكنسي موجود وبيشارك في كاس العالم يمكن النتاج بتاحته شوية ما كانتش زي الجيلي اللي قبل كده أو الجيلي اللي قبل كده أنا أعتقد أن تونس دايما ولادة بالمواهب أعتقد أن هم يرجعوا ويرجعوا بسهولة هم مختمين باللعبة عندهم مدرب أجنبي جزال من أفضل مدربين اللي موجودين وعنده خبرات كبيرة في البطولة عندهم اللي استفتحهم فيه رياض الصانع مدرب قراس وسبح هبام كان من الأفضل اللعيبة اللي جيت تونس فأعتقد أن هم مختمين باللعبة عندهم الإمكانيات اللي خليهم يعني يبقى ليهم بكتشارت أن هم يبصلوا وينفسوا مصر لكن الظروف نحن دايما بنشوف على قوة المنتخب بتاعنا البطولة عندنا لكن نحن ما ننساش البطولة اللي فاتت على فكرة لعبنا متخب التونسي قبل النهاي والمباراة كانت بجغاية ممكن آخر دعاية في المباراة لو تفتكت ويمكن التقيت اثنين ثلاثة على معطبات آآ يمكن نأخذ السؤال للي طاحب نصر لو وفط إن شاء الله سؤاله باللنبياد اللي عنده باللنبياد وبعدها بقى أقل لما نستخدم كالسي العائلة ما هي المنتخب اللي يمكن يعمله عشان يحق حلم المداليا وذلك إن المباراة بالبقتي ومش عايز مركز على هذا ما أريد مدالي طبعا لأن التنوحات زادت آآ أنا بعد ما أخذت مركز رابع وكنت قابق أو أدنى إن أنا أحرز مداليا حتى لو درونس أعتقد إن كل معظمة فرقة دلوقتي بتبص إن هي عاوزة تعمل المداليا يعني المنتخب مصر المنتظرين مداليا لكن الموضوع صعب برضو أمد طبعا للنبياد لكن أنا يعني مع المدرب اللي موجود حاليا باستيره أظن إن هو عنده الخبرات الكافية اللي تخليه يقدر إن هو ياخد مداليا عنده يعني يمكن تجربة مع المتخب الأسباني مع الأندية المجارية أعتقد هو يعني هو يرقب في أسبانيا بالبرفوسير طبعا فأعتقد إن هو حتبقى الموضوع بالنسبة له يعني عنده خبرات إن هو إحراز المداليا دا اللي هي الجزئيات الصغيرة اللي إحنا دايما دايما بنقول إيه بنقول هي جزئيات هي اللي بتفرق في في الحصول على المداليا فأعتقد إن هو المدرب دا موجود متفرغ دا شيء مهم جدا لإن هو دايما قاعد اللي أنا أسمعه يعني قاعد بيتفرج على المباريات قاعد بيجيب اللعيبة اللي هم ما عندهمش حاجة بيمرنهم فده شئ إيجابي فأعتقد إن إحنا ماشيين مبدئيا كده في الطريق المصبوط يعني إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى